شباب اللبناني دايما موجود دايما فاعل وعم يجرب بكل وأنه يكون عم يوصل رسالة على القليلة من خلال كل الحملات حملة لتنظيف الشاطئ اللبناني جرت من شهر تقريبا رح نحكي عنها اليوم بس نحن كمان نحكي عن كتير من المشاريع التانية لا ليفلاف لبنون كجمعية ولا اليوم اندي بي لبنون كمان معنى ادي بيتار من ليفلاف لبنون اهلا وسهلا فيك ومعنى رواد رزق من اليوم اندي بي لبنون اهلا وسهلا فيك كمان ويعطيكم الف عافية اول شيء بس بريف لي خبرونا عن الجماعيات اللي انتم من there نحن كجمعية تعيشها بلبنان او ليفلاف لبنون نشتغل على ترويج المناطق نشتغل كمان على تمكين الشباب لكل هالمناطق تكونوا هن اداة تغيير بمناطقهم ويقدروا يشتغلوا إيجابيا مع السلطات النافذة على الأرض إن كان بلديات أو جهات حكومية أو حتى وزارات حتى يكونوا هن يفرجوا ويخضوا الإيادة تنفرجوا شو الغلط وشو الصح بهالبلد وكيف لازم نشتغل بطريقة إيجابية تنكون عم نحط إيدينا كل نصوه تحت نحط حلول جماعية لمشاكل عم نعاني فيها كل يوم ببلدنا هون الـ UNDP يعني مع أكتر من جماعية بتصور عنده عليها مضبوط بس عنا هلأ شراكة جديدة مع Live Love Lebanon بس العارف شوي عن مشروع Live Lebanon هي مبادرة أطلقتها برنامج الأول المتحدة الإنمائية مع وزارة الخارجية لربط المختربين وحتى الكتاع الخاص بالمشاريع الإنمائية في لبنان بلشت بال2009 لهلأ من نفذين 60 مشروع فيه من المشاريع أو الحاملات اللي عملناه هو إنسى جورة مع الـ MTV وهلأ عم نشتغل على برنامج تطوعي مع Live Love Lebanon اللي منه كانت تنظيف الزوق نعم حملة تنظيف شاطئ اللبناني رح نشوف بعض الصور كمان والمشاهد من الشغل اللي نعمل كيف دعيتوه لو قد يكون تجاوب لحملات من هالنوع؟ ولا التجاوب دائما كبير يعني نحن اليوم عم نحكي بسنة واحدة عم يكون عنا 200 مليون إمبريشن وفي عنا فوق 300 ألف شخص عم يتابع كل القصص اللي عم نعملون على الـ social media channel 70 إن كان Live Love Beirut على الفيسبوك أو على الإنستجرام اللي عم بيصير اليوم من وراء المبادرة اللي عم بتصير سنة 50 نعم نشاطات لأول مرة في جامعية وفي أكثر من جامعية في الـ UNDP حبت تحط إيدها معنا قلتنا نحنا كيف نقدر نساعدكم نحنا معكم وعم تعطينا الإمكانيات نقدر نعملها كل شهر وهذا اللي عم بيصير سنة عم نعملين خمس نشاطات النشاط اللي عم نشوفه هلأ على التلفزيون هو نشاط آخر واحد اللي عملناه اللي هي حملة التنظيف كان نحن زهقنا نسمع بس حكا نشوف سياسيا إن كان عم ينزلوا على الأرض أو عم يحكوا وين مكان أنه لازم يخدوا مبادرات حبينا نحنا كشباب ننمف بنهار واحد فوق 300 شخص ملنا نداء على السوشال ميديا تبعونا وقلنا مين حابب يحط إيده معنا تينزل تلقينا بنهار واحد إجا فوق 300 شخص نزلوا على الأرض والأهم من هذا كله ما بهم بس نعمل نداءات ما بهم بس ننزل على الأرض اليوم كلنا منسمع بالتغيير كلنا منسمع أنه فيه انتخابات ولازم ننتخب العالم أو لشباب يحبوا يعملوا التغيير نحنا منقول التغيير ببلش بالبيت ببلش بعوايد كتير مظبوطة وين واحد فيه يجي يعمل شيء اسمه تريبل آر وهو ريجوز ريوس ريسايكل ريوز يعني نرجع نخفض الإنتاج السبال اللي عم نعمله الريوز نرجع إعادة استعمال لأي شغل عنايها والريسايكل هو أنه نرجع نعمل إعادة تدوير لكل شيء كلنا منستعمل بلاستيك لازم نوقف استعمال البلاستيك وننسينا عنا بريق ماي فينا نستعمله فينا اليوم وقت ننزل على الدكانجي ما ناخد منه كياس بلاستيك نقول له مش مشكلة نحطهم بطوت باك أو بكيس نقدر نعيد استعماله في قصص صغيرة عم ننسيها اليوم عم نصرف 4000 تون سبالي بنهار إذا كل واحد عمل قصص صغيرة بينزل للألفين تون ومنقدر نكمل صوى هالمسيرة لنكون كلنا بإيد وحدة عم نشتغل تنتعاون للبنان أحلى بس تعلينا على التجاوب يعني كثير عالم تحب تساعد يمكن عندك انترويو هلأ مع بير مجدي نحنا من حوالي الشهر تعمينا 100 شخص مشغلين على الطريق بمساعدة بير مجدي اللي عم نعمله مثلا مثل الزوء أو غيرها من الأكتيفيتيز اللي عم نحط فيديو كولتا أكشن قبل بوقت منقلهم يروح على وابسايت ليفلوف ولنتير ليتسجلوا والتجاوب كثير كبير يعني العالم بده تساعد حب تساعد بس يكون في تنظيم للموضوع بيجاوب الناس منظم كل شيء حتى الحلوة أنه تكلفة هالأكتيفيتز اللي عم تصير وهالمشاريع هي من لبنانية عايشين بره ومن لبنانية في لبنان يعني في عنا كيو ان دي بي سفرة نوية الحسنة مثلا استاذ غالب فرحة بي دوباي استاذ ألبير مطا ودكتور دكتور كلير مطا في عنا استاذ فادي سلامي بي لبنان استاذ فريد شديد مادام سعدة فخري مادام رابحة عيدة ناس بي غانا بأميركا بأبو دبي بي دوباي عم بيشوفوا شو عم بيصير وهن مش عايشين هوني جزء منهم مش عايش هوني عم بيمولوا هيك اكتيفيتز ومشاريع ادي يعني ليفلاف لبنان طبعا عم تشتغل على الأرض وصار في توعية معينة والشباب والصبايا دايما يعني بيبشروا بالأشياء بس هل عمليا عن جد يعني مننزل على الشاط مننظف شوية منرجع على البيت عم منطبقها الثقافة ولا بس نشاط اللي عم بيصير نحن عم نشوف أنه من خمس سنين إلى هلأ فيه تغيير بالطريقة بالتفكير اللي عم بيكون عند الشباب يعني أكيد نحن فيك بعض كتير عم نشوف كتير حكي عم نشوف فعل قليل بس فيه فعل عم بيصير ما فينا نجي ننكر اليوم أنه فيه شباب بكل مناطقهم نحن صارع عنا 300 سفير عم نشوف أنه كل واحد منهم حابب يشتغل على صعيد منطقته يشوف مين فيه شباب حابين يتقاونوا معه أكيد نحن مش عم نجي نحكي بمنطلق أنه سياسة وبس حكي لا بدنا فعل على الأرض اليوم عم نشوف أنه الجامعيات عم تتحرك عم نشوف أنه الشباب عم تتحرك حتى عم نشوف أنه هالأساس اللي عم نشتغل فيه صارع عنا سياسية بيجوا بيحكونا بالإيجابية يعني حتى المنطق الحكي اليوم صار فيه محاسبة عم بيفكروا عم بيشوفوا ونحن ما بدنا شي غير أنه كلنا سواء نتكاتف اليوم البلد مثل سفينة لازم يكون فيه قبطان ولازم كمان يكون فيه خطة معينة ولازم يكون كل الشباب وكل اللي عم تشتغل صوتي حتى يكون فيه مصدقية للشغل المزبوط على الأرض اللي بيقدر يعمل تغيير قطعوا صور بس تعلينا صور تحت الماء فهيدي مثلا جوابوا ناس قطاسين من أمريكا لبنانية عشرين قطاس من كاليفورنيا فيه ناس قجوا من فنزولا غير القطاسين الليبنانية وهيدي شغلة يعني بتفرح هنا عم نشوف كيف عم نجرع أخذناهم عبية مريك رميل نعمل ريسايكلينج للفرز وهون تحية كمان كل البلديات يلي فعلا يعني طبقت هالريسايكلينج على الأرض والفرز على الأرض يعني هالشي بين عمل ما أنه أبدا مستحيل بين عمل ومفيد وفيه استثمار يعني حتى أوقات وممكن أن يكون عم بعود بالإفادة على البلديات فإذا ما عم بتصير على مستوى وطني عامة مش غلط أنه كمان نحن نكون عم نشتغل عليها ببيوتنا وببلدياتنا كمان بس اليوم الـ UNDP كمان عندها معينة لإطلاق أي مشروع أو أي رسالة أكيد نحن يعني صلنا بنشتغل قبل ما نمضي بعد الـ agreement رح نمضي قريبا صلنا شي سنة بنشتغل نتأكد أنه كل شي مزبوط أكيد مثلا بناحية كل الفولنتيز اللي بيجوا منغطي تكاليفهم يعني فيه قصص كتير بموضوع المتطوعين متل ما عم بتقول عندهم إنه هالمصدقية اللي عندكم إيها ممكن تكون عم تشجعون بعد أكثر بديك تهتم بسلامتهم يعني في كتير أسباكس مندرسهم كتير قبل ما نقوم بأي نشاط بس بالعكس كتير تحمسنا مع Live Love Lebanon لأنه مشتغلوا بطريقة professional من قلبهم يعني مش أنه عم نجي نعمل شي كرميل الإعلان كرميل شو عم نشوف الصور هوني؟ هادي كانت من حوالي ثلاثة شهر بإغبة في عنا مشكلة أنه فيه 25 مليون خرطوش تصيد كل سنة بتنكب فرحنا على منطقة إغبة في كسروين كان معنا مثل ما شفتوا سيلفيو شيحة رايباسيل كمانا وضم كلودين عون كمانا نضموا كتير ناس هوني عم نشوف صيادة كانوا موجودين رحنا طلعنا معنا الكيس معنا كل العدة بلشنا اللم وصاروا صيادة يلموا معنا هلأ فيه شكل انترستنغ عم نعملها أنه بلبنان ما فيه أي تكنولوجي لحتى تفصل هالكارتوشة البلاستيك عم نحاصل حتى تعملها ريسايكلين اللي عم بيصير اللي عم يقدر يعمل ريسايكلين عم بيقصوا الكارتوشة بيعمل ريسايكلين البلاستيك هلأ عم نشتغل مع طلاب جامعة لحتى نعمل هالمشين لحتى نعملوا ريسايكلين فمبلشين ببروغرام هالسنة هنطلع كذا مقوث من البقاء لشميل لكسروين لكل المناطق الفياسين كميات كبيرة 250 ألف خارتوشة تلمت بهذا نهار وما خلصنا يعني صراحة إذا بتطلع بتشوفها قدية في 25 مليون خارتوشة كل سنة رقم كتير كبير نتمنى على السيادة كمان يصيروا يلموا خرتيش ومقطة يتسايدوا أي مش كتير صعبي يعني هيك راجعين هني وراجعين من المشوار شو المشاريع القدمة؟ اليوم نحن نشتغل على أكتر شي على ثلاث محاور اللي هن بيئية اجتماعية وسقفية اليوم اللي عم بيصير عنا 300 سفير لليف لاوف بكل المناطق عم بيجربوا هن هلأ كشغل يشوفوا شو فيه قصص بمناطقهم بدنا نشتغل معهم نتعاون معهم تنغيرها عم بيبعطوا لنا يهون نحن من هلأ عم نحط خطة لفوق الـ 12 مشروع شوي متل على سعيد متل مشاريع اللي نحن عملناه هون بس ناطرين هن يقلوا لنا شو فيه بدنا هالشباب يحسوا حالهم يحسوا حالهم فيه مين عم بيسمع لهم حابين نحن نمد إيدنا لكل شخص في لبنان ونقله إذا في مشاكل ما تنق إذا في مشاكل بدنا نشوف شو الحلول ونحن هون لحتى نقدر نوصل هالأفكار ونقدر نحط خطة عملية تنقدر نشوف بأي طرق فينا نحل مشاكلنا الاجتماعية نحن نشوف التشجير كمان بشري أهلا وسهلا فيكم يعطيكم ألف عافية صور رائعة يعني مننهي فيها البرنامج لليوم موعد جديد بكرة مع مواضيع جديدة باي باي ترجمة نانسي قنقر